دولة التوحيد والقرى وقتل وتهجير السكان وتدمير الحصون والاسوار التي توفر في ذلك الوقت الامن للسكان كل ذلك في محاولة لاجتفاث جذور الدولة السعودية وتجفيف منابعها الصافية عموما وتمكن الامام تركي بن عبدالله من التخلص من القوات العثمانية الغازية نقول بعد ان دمرت الدرعية على مدى تسعة اشهر كاملة وغابت الدولة السعودية عمت الفوضى الجزيرة العربية واصبحت العامة غير امنة على عرضها وارضها وارواحها حيث شجع العثمانيون الغزاء بعض الامراء السابقين على التمرد على الامراء المعينين من حكام الدرعية والموالين للدولة السعودية بهدف خلق حالة من الصراع المستمر في البلاد تفقدها توازنها السياسي والاقتصادي والامني كما فرض القائد العسكري للجيش العثماني الغازي ضرائب متعسفة على المدن والقرى السعودية لتدمير الاقتصاد ولتموين قواته ولنشر الفتن والفاقة وهو ما ادى الى الطراب البلاد فعادت الى ما ما هي عليه قبل ظهور الدولة السعودية الاولى من القتل والنهب وانعدام الامن حتى ان الناس اضطرت الى السير في جماعات مسلحة في وضح النهار وفي قلب المدن لكونهم لا يأمنون على انفسهم وعبر المؤرخ السعودي عثمان بن بشر عما يمكن تسميته بالحالة النفسية للناس في ظل تلك الظروف الصعبة جدا قائلا ان الشيطان تسلط على الناس وامرهم باللعن والشتم والبغي والظلم والقتل وجميع اعمال الاثم والعدوان حتى ان بعض اهل المناطق انتقلوا الى مناطق اخرى خوفا على حياتهم لكن لم يدرك العثمانيون الغزاة ان خلق فوضى منظمة في وسط البلاد ادى الى شعور الاهالي بالحاجة المتزايدة الى عودة حكم الاسعود المستقر والامن والمنظم فقد تيقن القائد العسكري ابراهيم باشا برسالته لوالده ان الاسعود انتهوا ولن يقوم لهم نفوذ ظلت الجيوش العثمانية الغازية ثلاث سنوات في اراضي الدولة السعودية ثم خرجت منها بعد ان وضعت حاميات محلية لها في بعض المواقع وادخلت المئات من السعوديين السجن العسكري الذي انشأته في ثرمداء الموجودة حاليا في محافظة الوشم واستولوا على الحجاز وعلى الرغم من ذلك الدمار وغياب الامن ظهرت محاولات جادة لاستعادة الحكم السعودي كان اهمها المحاولة الناجحة للامام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود انتظرونا اعزائنا المستمعين في الحلقات المقبلة ان شاء الله لنتحدث عن تلك المحاولات ودورها في عودة الدولة السعودية الى اللقاء دولة التوحيد دولة التوحيد بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز يمكن ل أنشأ ن far meet دولة التوحيد سعود اشتراح لساق Knar سعود س جزري سحرف